في سباق مع الزمن ووسط ظروف جوية قاسية تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق وجنوب تركيا ومناطق في شمال سوريا وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين من كل حدب وصوب بدأت المساعدات الدولية في التدفق على تركيا وسوريا لتقديم العون والمساندة لسلطات البلدين في هذه الكارثة التي اعتبرتها تركيا زلزال القرن المساعدات الدولية تنوعت بين خدمات الحماية المدنية والمساعدات الطبية العاجلة فضلا عن تقديم مساعدات مالية لللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر لتوفير كل احتياجات أهالي المناطق المنكوبة لمواجهة الأزمة وأيضا موجة البرد القارس وفضلا عن آلاف المباني التي تهدمت بفعل الزلزال وهزاته الارتدادية المتوالية تأتي ظروف الجوية القاسية المتمثلة في البرود الشديدة وتساقط الثلوج لتزيد من معاناة الجميع سواء بالنسبة للمتضررين من الزلزال أو فرق الإنقاذ والإخلاء الناجون المقدرة أعدادهم بالألاف باتهم أيضا أزمة مع تحديات توفير مراكز إيواء حيث تحولت المباني التي لا تزال صامدة من قاعات رياضية ومدارس ومساجد إلى نقاط إيواء لكن شبح تكرار الهزات الارتدادية دفع سكان المناطق المنكوبة للبقاء في العراء رغم برودة الجو خوفا من انهيار تلك الأبنية وحتى من اختار الاحتماء بالخيام لم ترحمه هذه الخيام من سوء الأحوال الجوية وتتوقع منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال الأيام القادمة وتخشى أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بثمان مرات من الأرقام المعلنة أو التي تم تسجيلها حتى الآن ويعد زلزال الاثنين الماضي أحد أكثر الزلازل فتكا في تاريخ تركيا منذ زلزال عام 1999 الذي ضرب منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من اسطنبول وأسفر عن مصرع أكثر من 17 ألف شخص كارثة إنسانية صعبة من حيث فداحة أعداد الضحايا والمصابين والمتضررين خصوصا في مناطق الشمال السورية التي تعاني بالأساس من ظروف قاسية كارثة استدعت تكاتف جميع دول العالم ومنظماته في صورة إيجابية عن أهمية التضامن وقت الشدة والأزمات